قبل بقى ما نبدأ برضو خلينا كده نتكلم شوية لان زي ما احنا عارفين خلاص يعني الصيف تقريبا انتهى وكل الناس اللي هي كانت مسافرة رجعت وكله بتاده لوقتي يركز بقى اللي عنده في البيت عنده مدارس الجامعات وغيره فيه جامعات ابتدت كمان فالتويست اللي بيحصل دقي لحد الماء برضو بيخلي اللايف ستايل شوية تغير طبعا احنا عارفين ان الصيف دايما قبليه بيبقى الناس بتجهز علشان بيمارسوا رياضة بشكل مضاعف خلينا نقولها كده علشان الصيف بيبقى داخل والناس كلها بتبقى حابة في الصيف بشكلها افضل بزبطي بعد كده بقى الناس لحد الماء بتهدى شوية داخلة الشتاء بيبقى فيها ازدياد لحد الماء او زيادة فيه يعني الوزن ده شيء ينطبق على ناس كتيرة جدا يعني اكيد مش الكل فازاي بقى ممكن وده سؤال انا بوجهه لك يعني تفيدنا بخبرات بك ازاي ممكن الواحد يتغلب على ده ازاي ممكن ان انا الفترة اللي بيبقى الناس كلها فيها خلاص ما عندهمش طاقة اصلا ان هما يروحوا بقى تاني ويمارسوا رياضة زي قبل الصيف ان هما بالعكس لا يتشجعوا اه داخلت الشتاء فيها كسل شوية بس انا ازاي اقدر اتغلب ان ممكن اتناظرك ده ممكن ازاي موصل الهوات المبداية انتي احسنتي اختيار الشخص اللي بتسأليه سؤال ده وحكم ان انا ايخونا للشباب والرياضة شيخ الشباب فانا من هذا الواقع حب اقولك ان انا شخصيا بلاقي ان ممارسة الرياضة في الشتاء امتع وابدع مئة مليون مرة ده انتي في الطريق من وإلى الجيم لو افترضنا ان اتي هتمارسي الرياضة في الجيم في نادي كذا يكفي نيكي باشي في جوه لطيف لكن في الصيف الواحد بيتسلق على ما ينزل بس يوصل المشور ده يعني معرفش يمكن في ناس بتنطلق اكتر في الصيف بس انا بشوف دايما ان الشتاء يعني عالعكس الشائع والمعتادة بالعكس ده بيشجع على اه بالضبط كده ده بالعكس انا 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 مكلمك عن نفسي وانعرف ان انتي عندك نفس الطبع بننشط جدا في الاجواء الشتوية بالمقارنة بالصيف احنا بكثنا انا عن نفسي بالصيف خامل خمول غير طبيع بس أقول لك على حاجة هي القصة كلها النتيجة لو الواحد اللي بيمارس رياضة بشكل منتظم لقى نتيجة على جسمه بتادي التبان هو حيبقى حابب ان هو يكمل هذه النقطة لكن اللي بيروح بس عايز يعمل جسم كويس قبل السيف وبعد كده يقعد بقية السنة كلها مثلا مفيش اهتمام بالوزن أو مفيش اهتمام بالصحة وبعد ييجي تاني بعدها قبل السيف ده أعتقد شخص حتى الجسم هو بيلعب كده في الميتابوليزم بتاع الجسم يعني اللي هو بالزبط فده بيبقى مش صحي أبدا الموضوع ده وكتير من الخبراء يعني تكلموا ان لا بالعكس الرياضة لازم تكون بانتظام ومش في فترة ووقف يعني بالعكس بيقولك الجسم زاكي قوي كمان يعني على كل حال مش عايدين نطول لكن لان احنا كلنا دلوقتي متابعين الحالة العامة اللي موجودة وانا حبا تابع برضو السوشيال ميديا وغيره فنحاول ان احنا نتغلب على الكسل بتاع دخول الشتاء لان ممارسة الرياضة اعتقد بقتشيء أساسي ويمكن بعد كوفيد كمان ناينتين وعشرين عشرين تحديدا شفنا ثقافة شوي بتدت تتغير بنشوف كبار السن وصغيرين وعائلات بتمزل تتمشي حتى في الشوارع وقت ما كتبنا وادي والجمات مقفولة فدي كلها بشاير كويس عموما اللي يعني اللي يعرف وربنا كرم وقدر يحقق فورمة الساحل يعني يحافظ عليها الوقت الأطور بقدر المستطاع يعمل لها صيانة كده طول فترة الشتاء استعدادا لدورة صيفية جديدة